تواصل وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية حيث تمكنت خلال الـ 24 ساعة من ضبط 421 قضية تموينية بمضبطات بلغت قرابة 68 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال الحجب والاحتكار والاستلاء على السلع المدومة فقد تم ضبط أكثر من 44 طن من مواد غذائية وغير غذائية كما تم ضبط أكثر من 23 طن ونصف طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 625 قضية من بينها 165 قضية خبز ناقص الوزن و162 قضية خبز غير مطابق للمواصفات أما في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي فقد تم ضبط 11 قضية بمضبطات بلغت أكثر من 46 طن أقماح محلية